بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرقية التي سأقرأها على حضراتكم الآن من أقوى الرقى المتخصصة في إبطال أثر العين والحسد بل والتحصين منه في نفس الوقت وإياكم إخوتي أن تستهينوا بالحسد فإنه والله أخطر موجود في هذا الوجود الحسد خرب البيوت ودمر الأسر وفشل الناجح وفرق بين المرء وزوجته وأهلك المال والحرص والنسل والتجارة وأذهب الربح وأتى على كل شيء فأهلكه ودمره بن بنيانه والقواعد والله الذي لا إله غيره الحسد أخطر من السحر نعم أقول هذا عن تجربة فإن السحر قد يأتي على أشياء ولا يأتي على أشياء أخرى أما الحسد فإنه يمكنه أن يأتي على أي شيء تقع عليه عين الحاسد فيدمره تدميرا أجارنا الله وإياكم يا إخوتي الحسد يقتل ويميت وهذا ليس كلامي أنا وإنما كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال في حديثه الصحيح الشريف إن العين حق وإنها لتدخل الجمل القدرى وتنزل الرجل القبرى يكون الرجل في عنفوان شبابه وقوته يحسن فيموت الجمل الذي ضرب الله به المسل في القرآن الكريم سفيدة الصحراء يكون في عز قوته وعنفوانه يصاب بعين الحاسد فلا تلحقه إلا بالسكين تحلله وليس ذلك إلا من جراء الحسد أجارنا الله وإياكم من الحسد إذن هذه الرقية التي سأقرأها الآن على حضراتكم إنما هي متخصصة في إبطال أثر العين والحسد بل والتحصين منه في نفس الوقت فاسمعوها واجعلوها في بيوتكم وقرؤوها على أنفسكم وحصنوا بها أولادكم وزويكم فإنها نافعة بإذن الله والآن نبدأ في رقيتنا على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 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 بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلاقا أعيذكم بالله العظيم وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون يا أهل البيت أعيذكم بالله العظيم وقدرته من شر ما تجدون وما تحذرون يا أهل البيت أعيذكم بالله العلي العظيم وقدرته من شر ما تجدون وما تحذرون اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين عليه أفضل الصلاة والسلام استوصوا بهذه الرقية خيرا واذكروني بها وادعوا لي الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بفضل ما نقدم من الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته